موسيقى موسيقى نشأ القارئ الألماني من أصول مصرية أحمد محمد عبد الفتاح العربي في إحدى قراء تاي البارود بمحافظة البحيرة في مصر تعلم القرآن الكريم على يد والدته التي كانت حافظة لكتاب الله وشجعته على الالتحاق بكتتيب القرية لتلقي علوم القرآن على يد كبار مشايخها التحق بالأزهر الشريف في جميع المراحل التعليمية قبل تخصصه في الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية التي أتقنها رحلتي مع كتاب الله سبحانه وتعالى بدأت مع والدتي لأنها حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى بفضل الله فهي من شجعتنا على كتاب الله وعلى حفظ كتاب الله وكانت ترسلنا إلى جدي الشيخ رجب عبد العزيز فياض وهو من حافظة كتاب الله ومن المشايخ المقرئين في المحافظة رحمه الله فهو من بدأ معي رحلتي مع الكرآن الكريم حفظا وتجويدا ومحبة لكتاب الله سبحانه وتعالى ثم بعد أن أتممت حفظ الكرآن الكريم أيضا قرأت على عدد من المشايخ في مصر الحمد لله ثم اتجهت بعد ذلك إلى الاهتمام بدراستي الأكاديمية حتى دخلت كلية اللغات الترجمة في قسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية وفي محافظة القاهرة في جامعة الأزهر ثم بعد ذلك حصلت على منحة دراسية من فضيل الشيخ الأزهر في الدراسة في ألمانيا فدرست في جامعة فريبورغ في ألمانيا ثم عدت إلى القاهرة لإكمال دراستي ثم بعد ذلك رزقني الله سبحانه وتعالى أيضا بالتوفيق أن أبدأ في دراسة الماجستير في ألمانيا وها الحمد لله قد انتهيت وأنا هنا أيضا في مجال الدعوة التي كرست لها وقتي وكرست لها جهدي منذ سن مبكرة الحمد لله حقيقة يعني كل الكراء كل من عمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وعاش مع كتاب الله سبحانه وتعالى هو يعني حق له وحق لنا أن نفخر به لكن من الكراء الذين تأثرت بهم فعلا أكثرهم حرصا على الكراءة والتطبيق كتاب الله سبحانه وتعالى ليس فقط حفظا في ما هو مستور ولكن أيضا حفظ في الصدور والتخلق بكتاب الله سبحانه وتعالى فكان من المخلصين يعني ما أنت أثرت بهم فضيلة الشيخ محمد عمران فضيلة الشيخ محمد صدق المنشهاوي فضيلة الشيخ محمد رفعت فضيلة الشيخ محمود رمضان وغيرهم أيضا من المدرسة القديمة أيضا الشيخ كامل يوسف البهتيمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وكرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من الكرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من الكرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم الإضافة التي من الممكن أن يتقدمها المعرفة بشكل عام أو الإلمام ببعض العلوم التي تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى يعني هذا يفيد إلى معرفة أكتر تدبر أكتر مع كتاب الله سبحانه وتعالى فهم أعمق لكتاب الله سبحانه وتعالى ومن ثم آتي التطبيق الأفضل لكتاب الله القارئ أنا كنت أتمنى وأتمنى أيضا أن تكون في نقلة نوعية نقلة في توجه القراء مع كتاب الله سبحانه وتعالى الاقتصار على بعض العلوم التي تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى أو التي تخدم الكراءة بشكل عام كعلم التجويد أو علم القراءات إلى غير من العلوم الخادمة لكتاب الله سبحانه وتعالى أو الخادمة للقارئ هذا شيء طيب وشيء جميل لكن أنا دائما في مع أصدقاء المقربين من يديرون أو من لهم حلقات مع كتاب الله سبحانه وتعالى وكتاتيب وتحفيظ القرآن الكريم أنا أندوبهم دائما إلى أن يبدأوا مع الأولاد من سن مبكرة في بعض تفاسير الآيات البسيطة لكتاب الله التدبر نفسه لأن هذا سيعجل بمعقارئ القرآن أو حافظ القرآن الكريم لتدبر أعمق للكتاب ثم لتطبيق وتأثر الكتاب لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تأثر هو حفظ القرآن حفظ هو أخذ الكلام ثم حفظه ثم بدأ بتطبيقه ثم بدأ بالتخلق به بعد فهمه وتدبره إحنا لا ينبغي علينا أن نقف على حرفية الكلام أو على حفظ الكتاب حفظ الكتاب هذه نعمة جميلة ونعمة طيبة ولا ينالها أي أحد لكن الأهم والأعظم كيف تتفاعل مع الكتاب كيف تتقن ما في الكتاب كيف تتدبر ما في الكتاب ثم بعد ذلك تنقله إلى الدنيا تنقله إلى الناس في التعامل في السلوك في الأخلاقيات أن ترتقي مع القرآن الكريم لأن سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم لما سئلت أمنا عائشة بعد انتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه صفيه لنا كانت كان خلقه القرآن إذن ليس كرسول الله لم يكن قرآنا يتلى هو كان قرآن في تطبيقه لكل ما في الكتاب لفهمه لما في الكتاب لحياته مع الكتاب لتعايشه مع الكتاب لذلك العلوم كلها التي تخدم الكتاب من تفسير وعلوم لغة وفلسفة حتى ومنطق إلى غير من العلوم مؤصول فقه وفقه كلها تخدم الكتاب طبعا لما القرآن يكون مثقف يطلع على كثير من العلوم التي تخدم الكتاب هذا سيربطه بالكتاب أكثر سيربطه بالقرآن أكثر سيعجل بالتأثر بالقرآن الكريم أنا نرى كثير من الكراء يعني أنا لا أفزع مثلا أو لا أندهش من بعض الجرائم أو بعض المنكرات أو بعض الأشياء التي مثلا ربما تنسب إلى بعض الكراء أو الحفظ أقول لك هذا قارئ هذا شيخ هو عمل كذا وكذا وكذا الشيخ ليس معصوما من المقام الأول وهذا أنا أسميه الذي يعيش مع القرآن الكريم فعلا أنا لا أقول يصبح معصوما ولكن أقول يصبح معصوما إلى حد كبير من أن يأتي بمثل هذه الفوحش التي تنسب إلى بعض الحفظة وتنسب إلى والأسف البلوة أم هذا أقول لك هذا من المشايخ هذا من الكراء انظروا هذا من حفظت القرآن هذا من من له كتاب وله تلاميذ يحفظون عنه ونرى مسمعا كثير من الجرائم في الوطن العربي تنسب إلى المشايخ أو تنسب إلى بعض الحفظة لكتاب الله هو لم يعيش مع كتاب الله هو توقف عند الحرف توقف عند الحفظ ولم يجد أي وسيلة أخرى لكي يرتقي بفهم الكتاب ويرتقي بعد ذلك بتدبر الكتاب ثم يرتقي بالتنفيذ أرض الواقع أين القرآن أنت القرآن ليس في صدرك فقط القرآن لا بد أن يكون في صدرك لا تأتي منكر أن يكون في يدك أن يكون في عينك أن يكون في فكرك أن يكون في لسانك أن يكون في كلامك مع الناس إثر تمييزه في الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية في مصر قرر أحمد محمد العربي تعميق دراسته في الجامعات الألمانية مدفوعا بحماسة الشباب وبالرصيد الأكاديمي والعلمي الذي حصله من الأزهر الشريف التحق بكلية الدراسات الإسلامية في إحدى جامعات فرانكفورت متخصصا في الفقه الإسلامي مسخنا رصيده العلمي وحفظه كتاب الله وإيجادته اللغة الألمانية للإنسهار في المجتمع الأكاديمي وفي خدمة الجالية المسلمة في ألمانيا حيث يتولى الإمامة في مساجد فرانكفورت حقيقة كان هدف وربما كان تحدي ورغبة ما ذكرته ما درسته ما تعلمته من جامعة الأزهر من العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية والجانب اللغوي أيضا فكان هذا هو الهدف كنت أرى كثير من العلماء في مصر يتوجهون هنا لألمانيا للدراسة لإكمال الدراسة العلمية ويعني أن نظر إلى الآخر أن نرى الآخر ولكن في بيئته وثقافته نعم درسنا اللغة الألمانية ندرس اللغات في مصر وندرس ثقافة الأمم الأخرى في مصر لكن المعايشة والمعاصرة في البيئة وظروف الحياة وظروف اللغة شيء آخر على الجانب الإنساني الجانب الثقافي لا تغير فيك بشكل كبير ربما لا تغير فيك فكريا ولكن تغير فيك على مستوى النفسي مستوى الإنساني تنفتع على ثقافة أخرى على أمة أخرى على لسان آخر فهذا كان له أثر كبير عندي ربما ليس عن مستوى الفكري ولكن عن مستوى الإنساني وألمانيا من البلاد التي تميزها ومن الدول التي تتميز أن فيها يعيش فيها ثقافات كثيرة جدا يعيش فيها جنسيات كثيرة جدا يعيش فيها لغات كثيرة جدا ربما إنت في مدينتي هنا ربما لو أخذت جولة في وسط المدينة ستسمع أكثر من عشر لغات بدون مبالغة في هذا العدد أنا أمشي في المدينة فأسمع لغات كثيرة جدا Santo أدل على انفتاح العالم كله على إحده وعلى الآخر فهذه كانت وهذه على فكرة لو نظرنا إلى الفقه أيضا فقه الداعية وفقه الدعوة هو يتطلب منك أيضا أنه أنت الهدف الذي توجه له الدعوة درقم واحد ما هو هدف الدعوة لأن في نوع من الدعوة في دعوة داخلية وفي دعوة خارجية في دعوة للمسلم وفي دعوة غير المسلم دعوة للمسلم اللي هو مسلم يكون مسلم عاصي مسلم يكون مضطرب نفسيا واخلاقيا مسلم بعيد عن ربنا فده يحتاج ايضا الى دعوة لكن الدعوة الخارجية من شرائطها من شروط هذه الدعوة الخارجية ومن شرائتها ان تعلم مع من تتحدث ليس ان تعرف جنسة ولا ان تعرف نوعة ان تعرف لغة تعرف ثقافة ان تعرف عاداته وتقاليده فهذه من شرائط الدعوة فالحمد لله ان كان لنا نصيب من ان يعني نرى عادات من درسناهم ومن درسنا لغتهم ومن درسنا ادابهم وثقافتهم نحن نعايشهم على ارض الواقع شعب منفتح على الحديث منفتح على النقاش منفتح على المعرفة منفتح على التعلم منفتح على الانفتاح لكل ثقافة لذلك هم نجحوا الالمان في احتضان عدد كبير جدا من الثقافات لان هم منفتحين على ثقافة الاخر مفاتحين على لغات الآخر للانتفاع به دور كل إمام هنا في ألمانيا وأنا طبعا هذه واجبات أنا بأحملها على عاتقي وليست واجبات للأئمة بشكل عام لكن هي واجبات في المقام الأول علينا جميعا وهي لا تنغلق لا تنغلق على نفسك في المسجد لا تنغلق على نفسك في جاليتك انفتح في المجتمع الذي تعيش فيه مع اللغة والثقافة أنا أحزن إذا كان هنا في ألمانيا أو في أوروبا إمام يأتي من مصر أو يأتي من أي دولة عربية ثم يجلس في مسجده ولا يتعلم لغة القوم ولا يعرف عاداتهم ولا تقاليدهم فهذه يعني تمثل نقطة ضعف في الإمام تمثل نقطة ضعف في الداعي الذي يوجه دعوته في بيئة غير مسلمة أو للخارج فلابد أن يتعلم اللغة تعلم لغة البلد التي تسكنها والتي تعيش فيها والتي تدعو إلى الله فيها تدرس اللغة تتعلم عادات الناس تنفتع على الناس بالحدود التي وضعها لنا والضابط التي وضعها لنا ديننا فثقافة الآخر تعلمها تتعلم كيف تحاوره أي أسلوب يناسبه في الحوار لأن هذه أيضا من أساليب الدعوة وهذه تعاليم والأساليب التربوية التي واجهها لنا القرآن في أول داعية مثلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون فذا كان رجل مؤمن في آل فرعون في مصر يكتم إيمانه هو يعلمنا أسلوب الدعوة لأنه يدعو فرعون يدعو قاتل يدعو قال أنا ربكم الأعلى ولياذ بالله فهو يعلم بانطقأ أسلوبا يعرف كيف يحاورهم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكوا كاذبا فعليه يكذبوا هو افترض أنه كذب هو افترض لهم أنه كذب معه أنه مؤمن ويعلم أنه صادق لكنها أسلوب من أساليب المحاورة أسلوب من أساليب الدعوة يوجهها لنا فمعرفة الثقافة معرفة العادات معرفة الفلسفة التي توجه له الدعوة ده من هم شرائط الدعوة أنت مع من تتحدث وبأي محاورة وبأي أسلوب تحاوره وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا من نهدي به من نشاء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا ما إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض جعلناه نورا اشتركوا في القناة رمضان ده بيكون فرصة كبيرة فرصة عظيمة جدا في المسجد نجتمع ونصلي معا العدد ما شاء الله الإقبال بيكون كبير جدا من المسلمين هنا والمسلمات نجتمع وتقريبا من احتفل كل يوم فعلا في رمضان من احتفل كل يوم بنفطر سويا في المسجد بيكون في افطار جماعي للاخوة والاخوات في المسجد بيكون في ايضا انشيد وابتهالات دينية يكون في صلاة تهجد يكون في دروس علمية بالنهار وبالليل يكون فيه تبادل للائمة وتبادل للمشايخ والعلماء في انحاء اوروبا بيأتون من فرنسا يأتون من بلجيكا ويأتون من ايضا من كثير من الدول ايضا من المغرب من تركيا بيأتي عدد لا بأس بيه كل رمضان حتى من مصر هذا العام ايضا يأتي عدد لا بأس بيه من العلماء والمشايخ لإحياء ليالي شهر رمضان فبتكون فرصة طيبة من نكسف فيها الدعوة من نكسف فيها الخطاب الديني من نكسف فيها الحديث عن الاخلاقيات لانها بتكون فرصة عظيمة لا تتكرر في العام الا مرة لحضور هذا العدد من الناس في الصلاوات والاقبال الشديد لان رمضان في حد ذاته يعني جمعت فيه عادات كثيرة تربطنا بهذا الشهر المبارك شهر الجميل مع القرآن الكريم شهر الجميل مع القرآن الكريم